ما ظنش حد فينا محتاج زكاء كتير عشان يلقط أو يفهم إن العنف في مصر بقى مظهر رئيسي من مظاهر الحياة في البلد وإن العنف مش بس زاد من حيث الكم أو العدد لا ده العنف في مصر بقى شبه الموضة فيها أشكال والوان وأنواع وجرائم ما كانش حد يتخيلها وبقى الدم حاجة عادية جدا سواء أنك تسمع عنه في الأخبار أو تشوفه قدامك في الشارع لأن الجرائم البشعة دلوقتي بقى تحصل في الشارع عادي خالص وإيه كتير وفي المواصلات والشوارع والنوادي وكل مكان تقريبا فيه كابوس مرعب في مصر إيه أسباب الكابوس ده؟ وهل في نية جدة للقضاء عليه أو على الأقل تقليل بشعته؟ هل الفقر والأزمة الاقتصادية هم السبب؟ وإزاي تحول المصريين من شعب ابن نكتر معروف بالهزار والدماغ العالية لشعب بينام ويصحى على جرائم ما كانش يتخيل طول الكامي يوم اللي فاتوا مصر كلها كانت مشغولة بمتابعة الجريمة البشعة اللي حصلت قصاد جامعة المنصورة لما طالب أنهى حياة واحدة زملته بطريقة بشعة جداً قصاد باب الجامعة والأسف الناس والإعلام غيرقوا في مستنقع من التفاصيل لما لاش دعوة بصلب الموضوع التفاصيل كلها حاجات متعلقة بإيه العلاقة اللي كانت بين الضحية وبين القاتل وكلام فارغ يعني اتنشر يتعلق بالبنت الله يرحمها وأسرتها وشوية مسكنة وحكاوا مصطبة القاتل قاعد يحكيهم في أول يوم المحاكمة لدرجة أن تقدر تقول كده حصلت حالة من التعاطف مع القاتل عند بعض الناس وبقت عملية أنك تقنع الناس أن القاتل قتل والجريمة جريمة مهما كانت الخلفيات والكواليس بقت عملية صعبة ومرهقة وكمان تحزن يعني ليه؟ لأن طبيعة النقاشات اللي حصلت على خلفية الجريمة البشعة دي بتخليك يتأكد أن المجتمع المصري جتته نحست تجاه العنف والجرائم من كتر ما شاف منه وما بقاش مشغول بإعادة الاعتبار لروح الإنسان قدمهه مشغول بأسرار وحكاوي وجو نميمة رخيص وبينما الناس منقوعين لغاية ودنهم في متابعة أخبار جريمة المنصورة ظهرت فجأة جريمة جديدة للأسف برضو دخلت الناس في دوامة جديدة من النميمة والأخبار الرخيصة بعيد عن جوهر الموضوع الجريمة دي هي أنه واحد قاضي كبير شغال نايب رئيس مجلس الدولة أتى الميراتو اللي هي مزيع شابة مشهورة اسمها شايماء جميل وبعد ما خلص عليها شوه جتتها بمية النار ودفنها في فل على طريق مصر اسكندرية الصحراء والجريمة دي بالذات بتحطك قصاد نقطتين مهمين جدا الأولانية هي أنه لما قاضي مهمته المفروض يعني هي البحث عن العدل وتحقيقه يرتكب جريمة بالبشعة دي الناس تدور على العدل فين في مصر وإذا كانت الأنواع دي هي اللي في الجهاز القضائي بتاع النظام ومال زباط الشرطة وضعهم إيه النقطة التانية هي أن دوامة العنف في مصر استهلكت الكل وبقى الكل ضحاياها بدون استثناء حتى اللي أيدوا عنف النظام ضد المعارضين ومنهم المزيع شايماء جمال نفسها واللي كانت من مؤيدي سحق النظام لأهالي كرداسة وكتبت كده والحقيقة دي مش بس الجريمة اللي أيدتها وشاركت فيها بشكل وباخر لأنها في مرة من المرات زي ما قولنا بكده طلعت على الهواء وشدت بودرة على الشاشة وشفنا إزاي أن كل اللي حصل لها هي أنها اتجازت إدارياً في الخناة اللي كانت شغالة فيها وتوقفت عن العمل لكنها كملت مصارها المهني خالص وتنقلت خناة تاني وعشان ما نبقاش بنعمل نفس اللي احنا بنلوم الناس عليه اللي نشغلوا في كواليس حياة الطالبة بتاعت المنصورة ونسوا الجريمة حابب أقولك أن اللي بنقوله عن المزيعة ده ما ينفيش أبداً أنها مظلومة ولازم العدالة تعاقب اللي أنهى حياتها بس الفكرة هنا أن في مناخ المسخرة اللي في مصر وصل الأمر بمزيعة أنها تشد بودرة على الهواء وما تحبستش ولا تحقق معها بتهمة أنها ارتكبت جريمة تعاطي مخدرات أو ترويجة وكل الحكاية أنها تنقلت من قناة تاني في الوقت اللي فيه آلاف من الناس محبوسين من غير محد يفهم يعمل حاجة لمجرد أنه معارض للنظام معارض سلمي ما ارتكبش جريمة ولا مارس عنف وآلاف تانيين محبوسين عشان بوستات على فيسبوك وغيرهم جتين محبوسين رهائن عشان ليهم قرائب معارضين لكن هما ملومش في أي حاجة الكلمتين دول هنعوزهم بعد شوية المهم جريمة المنصورة وجريمة شايماء جمال هما تقريباً أبرز وأكبر جريمتين خلال الأيام اللي فاتت بس من حيث العدد والنوع كان فيه جرائم تانية كتير خلال نفس الكامي يوم اللي فاته محتاج لنا حلقة ساعتين عشان نعدهم ونتكلم عن أسبابه يعني مثلاً في نفس يوم جريمة المنصورة فيه زوج ضرب مراته بسكينة في صدرها وبعدين كمل عليها ضرب بالغاية ما ماتت وفي نفس اليوم كمان شاب في العشرينات قتل أخته الأكبر منه في الأقصر في الصعيد وفي 8 يونيو أخ قتل أخته في الفيوم وال30 مايو اللي فات أم خلصت على ولادها التلاتة وبعدها حاولت تتخلص من حياتها يا كمان في الده أهلية دي مجرد أمثلة على جرائم باشعة حصلت خلال أيام معدودة في كذا ما كان في مصر هو إيه اللي بيحصل وإزاي حياتنا اتحولت لفيلم رعب بالشكل ده اللي ناقص هو إن الناس تصحى كل يوم الصبح التمم على بعض ويتطمنوا إنه محدث يوم خلص على التاني احنا أقول لنا مشويا إن الناس انشغلوا بالكواليس وجو النميمة الرخيصة اللي حاولين جريمة المنصورة عن أصل الموضوع طب إيه هو أصل الموضوع؟ أصل الموضوع هو إن العنف بقى أهم مظهر من مظاهر الحياة في مصر من فوق قوي من أعلى هرم السلطة لغاية أصغر مواطن فأصغر حارة أو شارع فرعي العنف في مصر فيه كل حاجة كتير من حيث العدد ودينا أقول لسه من شوية يعني في كام ثانية عددنا كذا جريمة زمان كانت جريمة واحدة بس منهم أو في نص بشاعتها كانت تقلي بالدنيا لكن دلوقتي بينا بنتبع أخبار الجريمة من دول ونستنى اللي بعدها عشان تعلي عليها والكلام ده مش من دلوقتي لا ده بقى له سنين وزادت وطيرة العنف وعدد الجرائم من 2013 وإن أنا مش بحول الموضوع لموضوع سياسي وإن كان فيه شق سياسي طبعا هنتكلم عنه لكن فعليا الأرقام والإحصائيات بتقول إن العنف في مصر بقى كتير جدا جدا من 2013 كلال 3 أيام بس من نوفمبر 2020 حصلت في مصر 15 جريمة قتل و3 جرائم انتحار مصر ترتيبها رقم 6 على مستوى الدولة العربية ورقم 59 من بين 137 دولة في العالم من حيث معدل انتشار الجريمة وده حسب مؤشر الجريمة الدولية والترتيب ده كان أكتر من كده في السنين اللي فاتت هتقولي طب كويس ما وترتيبنا تراجعه من حيث انتشار الجريمة هقولك لا ده عدد السكان اللي زاد جدا بالتالي نسبة الجرائم لعدد السكان بايتقال لكن بمقياس النسبة والتناسب لسه مصر فيها نفس معدل الجريمة ده غير حاجات تانية أخطر وهي ان نوعية الجرائم بقت أبشعة احنا في مصر وصل بنا الحال ان واحد يقتل واحد في عز الظهر في الإسماعيلية باستخدام سطور قدام الناس اللي مدة نص ساعة تقريبا والناس بتتفرج والشرطة في كوكب تاني ما جيتش غير بعد ما لقاتل خلص جريمته بالراحة خالص وعلى أقل من مهله وبمناسبة الشرطة اللي مش صحية بس غير في حالة الأمن السياسي ومش فضية ولا مركزة ولا فاهمة غير في مراقبة الفيسبوك عشان لو واحد كاتب بوست في انتقاد للنظام يتجاب بالبوكسر من بيتهم ويتحبس لغاية ما يبان له صاحب وزارة الدخلية كانت متعودة تنشر كل سنة تقريبا تقرير اسمه تقرير الأمن العام التقرير ده فيه أرقام وتحليل لمعدلات ونوعيات الجرائم في مصر لكن من التسعينات بطلت الدخلية تطلع التقرير ده بحجة انه بيبوص سمعة مصر وبيصورها انها دولة مليانة بالجريمة او مال هي مليانة بإيه لمواغزة؟ بالآيس كريم المهم لما تبص على العنف والجريمة في مصر هتقدر بسهولة جدا ترصد مجموعة صفات أو حاجات مش محتاجة فكاكة عشان تفهمها أولا ان العنف بقى كتير قوي قوي واحنا تكلمنا بالأرقام من شوية عن انتشار العنف في البلد وسانيا ان العنف بقى منتشر جغرافيا بشكل بشع يعني كل يوم بتسمع عن جرايم بشعة في كل شبر في مصر تقريبا قاهرة والسكندرية والصعيد وبحر والفيوم كل شبر في البلد ثالثا ان العنف في مصر بقى مشكل جدا ومن كل نوع وكل نوع بقى فيه أنواع جوا والزيادة في كل نوع من أنواع الجريمة هي كمان زيادة مفزعة خلال الكام سنة الأخيرة وده في الوقت اللي النظام في مصر بيتباهى على أي أساس ما تعرفش ان من أهم إنجازاته تحقيق الأمن والأمان لو يقصد تحقيق أمن وأمان النظام فهو صادق في دي لكن إحنا لما بنسمع الأمن والأمان بيهمنا أمن المواطن يعني مثلا أرقام الداخلية نفسها بتقول إن الزيادة في معدل جرايم القتل العمد وصلت 130% والسرقة بالإكراه زادت بنسبة 350% وسرقة السيارات زادت بنسبة 500% أرقام الداخلية كمان بتقول إن مصر ما شاء الله فيها حوالي أكتر من 92 ألف بلطاجي ومسجل خطر ارتكبوا جرايم قتل واغتصاب وخطف يعني يكونش السيسي لما قال إنه هيخلي مصر قد الدنيا إنه كان قصد إنه مصر هتحصل فيها جرايم قد اللي بتحصل في الدنيا ربيعاً هتلاحظ على العنف والجريمة في مصر إنهما بقوا منتشرين جداً وسط كل الشرايح والفئات الاجتماعية والاقتصادية وده بخلاف الفكرة التقليدية لناس كتير بتستسهل تفسر بها انتشار الجريمة والعنف وهي إنهم مرتبطين بالفقر وتدني المستوى الاجتماعي والكلام ده منطقي الحقيقة لأن لو الفقر أو الظروف الاجتماعية هم اللي بيسببوا كتر الجرايم كنت هتلاقي الجرايم والعنف منتشرين في أوصات بعينها أو على الأقل كنت هتلاقيهم منتشرين في أوصات بعينها أكتر من أوصات تانية أعلى اجتماعياً ومادياً لكن اللي بيحصل في مصر المشكلة اللي بيحصل في مصر إن العنف والجريمة منتشرين والعيازه بنلاقي زي السرطان في كل حتة من جسم المجتمع نحن نرسل متكلمين من شوية عن جريمة المزيعة شايمة جميع اللي كانت متجوزة نائب رئيس مجلس الدولة ولما اختلف معها خلص عليها وشوه جسيتها ودفنها وهرب محدش عارف تمسك ولا لسه وعندك كمان جريمة فندق الفيرمونت الشهيرة اللي حصلت في 2014 لما مجموعة من ولاد الزوات وعيلية القوم اتجمعوا على بنت واعتادوا عليها جنسية يعني باختصار العنف والجريمة في مصر بيمرسوا في كل الأوساط والفئات هنا بقى أنا شايف في عينك نظرة استفهام بتقول لعم انت مكبر المسائل خالص يعني تلاقي موضوع تعمل منه حلقة حلوة والسلام ما احنا طول عمرنا في مصر بنقرأ ونسمع عن جرائم كتير ايش يقتل على اعتداء جنسي على رشوة وعلى سرقة على كل حاجة ايه اللي اختلف دلوقتي يعني؟ هذا سؤال حلو ومهم بس يؤسفني ان نظمك وقولك ان ده مش حقيقي مصر عمرها ما حصل فيها المعدل ده من الجرائم في تاريخها احنا نتكلم هنا عن حاجتين عدد الجرائم ونوعيتها ده حتى بعد هزيمة 67 فعز ما المجتمع كان مصدوم وفاقد الوعي بسبب النكسة واليأس والإحباط مسيطرين على المصريين ما حصلش الانتشار المرعب ده للجرائم لا من حيث النوع ولا العدد هتسألني ليه؟ هولك ببساطة لان مصر كان فيها قيم اياما وروابط بين الناس بيرعوها ويحافظوا عليها وحتى السلطة رغم بطشها واستبدادها كان لها سقف في تجاوز او هدم القيم دي وهنا لازم نفهم ان وجود قيم او اخلاق او روابط في اي مجتمع مش بيقضي على الجريمة تماما لان الجريمة كانت وهتفضل موجودة طول ما في حاجة اسمها بشر بدليل ان واحد من اولاد سيدنا ادم اتى لاخوه الفكرة ان القيم والحفاظ عليها ومراعتها يعني من قبل الناس والسلطة بيقلل الجريمة جدا وطالما وصلنا للنقطة دي خليني يقل معاك للملاحظة الخامسة او الصفة الخامسة اللي بتميز العنف في مصر وهي ان العنف بقى غشيم ووقح وبجح وبقى جزء من اسبابه ان المواطن بحكم انه مأهور من السلطة ومفشوخ من ظروف الحياة بقى يفش غلو فاخوه المواطن الغالبان المفشوخ زيه بالظبط هي بقت غابة فاي حد فيها بيستقوع اللي اضعف منه والغريبة ان المواطن بيعمل كده وهو بقمة السقة اللي في الدنيا كلها ونصب نفسه قاضي وجلات في نفس الوقت وحامي يحمى الفضيلة والاخلاق زي بالظبط الواقعة المشهورة اللي حصلت من كام سهر لما واحدة ستة كانت ركب المترو في مصر ويبدو ان المزاجها ما كانش تمام فشافت بنات ركبين مع بعض وما كانوش محجبات فما عجبهاش لبسوهم فقررت انها تهزأهم بحجة الدفاع عن الفضيلة والحشمة ولما البنات اعترضوا ضربتهم بالشبشب بقولك المجتمع بقى عنيف وعصبي ومش وعي وطبعا يندارك تحت النوع الثامس ده او البند الخامس ده كل انواع الجرائم الطائفية لانها ايمة على فكرة ان في حد او مجموعة ناس وبعد ما خلصوا رحلتهم واسناء ما بيطلعوا الأوتوبيس فوجئ بشخص غريب لأسباب غير معروفة بيهجم عليه وقتله هنا بقى وصلنا لسؤال مهم جدا ايه معنى الخمس ملاحظات او صفات اللي بيتصف بيهم العنف في مصر اللي تكلمنا عنهم دول ويهي تفسير ان البلد فيها موجة عنف رهيبة عمرها ما شافت زيها المعنى والتفسير هو ان المناخ العام في مصر بيصنع العنف وبيروجه وبيدعو ليه وبيساعد على انتشار بسيطة جدا ازاي؟ الموضوع بدأ من زمان قوي من ساعة ما النظام بقى يروج في اعلام وايام السادات افكار وحاجات من نوعية احنا ملناش دعوه بفلسطين وبعدها بقت ملناش دعوه بلبنان وبعدها ملناش دعوه بالعراق ومع كل ده وقبل ده ملناش دعوه بالسياسة والله هيتكلم هيتحبس حاجات دي نزعت من المواطن احساسه بالمسئولية والايجابية بالتدريج لان المرحلة اللي بعدها بقت ملناش دعوه ببعض وبقت الناس تشوف الجريمة في الشارع ومتدخلش عشان الواحد خايف يدخل فيروح الاسم وانت عارف عندنا في مصر كلمة الشرطة في خدمة الشعب بتنسيه اسمه اصلا المناق ده فضلي اكبر وينمو وتتراجع مع ايجابية الناس واحساسهم ببعض لغاية ما جيت المرحلة اللي بعدها وهي ان الدولة نفسها بقت تحل خصوماتها السياسية بقمة العنف والبلطجة والقتل والحرق بل وتباهد ده وتزيعوا على الهواء وتسخر اعلامها عشان يشجعوا ويطالب بيه ويحرد على قتل الخصوم السياسيين وده اللي حصل في اوضح صوره مع انقلاب 2013 وفض رابعة والنهضة وغيرها واحنا بنتكلم عن الحكايات اللي تم اعلانها بس في حواديد كتير جدا 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 محدش يعرف عنها حاجة الناس شافت سفك الدم على الهواء مباشرة وشافوا اعلام النظام بيطبل لده ويغنيله ويقول له تسلم الاياتي وده كان رسالة سياسية واعلامية معناها باختصار ان المرحلة اللي جاية هي مرحلة بلطجة وعنف ودم ودمار وخراب ومرحلة اللي طول حاجة بدراعه ياخدها النظام ما اكتفاش بده بل انه عشان يأكد ان ده شعار المرحلة بقى يمجد نموذج البلطجي ويعمل عنه دراما رمضانية ومسلسلات من بطولة محمد رمضان وامير كرارة وغيره ويطلع البلطجي عنده حياة انسانية وجدعانة ورجولة وبقى يبرر جرائم امير كرارة في كلابش وتكديره للغلابة بانه بيحمل البلد وعمل اكتر من كده مع محمد رمضان الجيش نفسه اعتبر ان محمد رمضان بطل وطني وعمل له فيلم وسائقي عن فترة تجنيده اسمه حراس الوطن قدمه بها للناس احسن تقديم فرسالة بتقولهم ده بطل المرحلة اللي جاي وده النموذج والقدوة اللي لازم تقلده وده اللي احنا راضين عليه وهنصرف عليه ملايين كل سنة نعمله بيها مسلسلات كلها بلطجة وكلام فارغ بعدها محمد رمضان انطلق في موجة المسلسلات اللي بتخلي نموذج البلطجي هو اللي مسيطر ومخلص وهو الوحيد اللي حقه ما بيتكلش بس برضو الواحد مش عاوز يتشطر على البردعة لان ما امريكا نفسها فيها افلام ومسلسلات فيها عنف اكتر بكتير بس هناك في دولة لكن احنا عندنا انت عايش في غابة الدولة بعد ما عملت المناخ ده كله وساعدت على انتشار العنف جيت لما انتشر وبقى هو سيد الموقف عملت نفسها من بينها وده سبب المشكلة الاساسي مش محمد رمضان وغير ده فيما يتعلق بالعنف الجنائي والاجتماعي طبعا لان ده كله مش مهم المهم بس هو امن النظام لان النظام هو البلد والناس كلها ربنا خلقها عشان النظام عشان كده طبيعي جدا في مصر انك تسمع الناس بتشتكي انهما لما بيتصلوا بالشرطة وقت اي جريمة الشرطة تيجي متأخرة ده اذا جيت اصلا بعد ما يكون المجرم عمل عملته وشيرب بعدها سجارة وحبس بكوباية شاي زي اللي حصل في جريمة السماعيلية وعادة الناس هي اللي بتقبض على الجاني وتستنى الشرطة تيجي استلم لان النظام مش في باله الحاجات دي اصلا شايف الافكار او المعاني اللي تكلمنا عليها دي كلها الحاجات دي السلطة بتطلب منك من غير ما تقولك ده بشكل مباشر يعني انك ما تشغلش بالك بيه وانك تتليه عنها بالكلام حواليه يعني هل كانت طالبة جامعة المنصورة مش مدية الواد اللي قتالها وش وبتتريق عليه مع صاحباتها عشان كده تخنق منها وقرر يخلص عليها واي تفاصيل هيفة وسخيفة تتعلق بأي جريمة من اللي باقي تحصل كل ساعة وكل ده هدفه انك ما توقفش وتسأل نفسك عن جوهر المشكلة مين المسؤول عن العنف ده كله وفين دور الدولة بالتصدلية ونشوفكم على خير ان شاء الله